الحكومة دي مطلوب منا انها تدير السودان كله تمرق بي وبرى الامان يعني يعني غالبه مطار شنون قاعد يحصل في المطار يعني والله يشوف غلب نزاة وصيغة هو هو مأساة مطار خرطوم قديمة مجددة يعني نحن اذا نظرنا رجعنا لمطار خرطوم تاريخيا فيه مشاكل او الشي موقع نفسه وادارته اللي بتنتجل كل يوم دارة مستقلة هيئة المطارات السودان ما بعرف بعد شوية تعمل مطار خرطوم بعد شوية نقلل هيئة الطيران المدني فالقضية بتاعة مطار خرطوم اعتقد انما يعني خلينا اقول لك هي على الاجل بسيطة انا هقول لك الفوضى ما ضرب مطار خرطوم الفوضى ضرب قطاع الطيران بشكل كامل والبيحصل في قطاع الطيران المدني للأسف انا باعتقد انه هيئدي للبلد لمشكلة كاميرا جدا انه ادارة الطيران المدني المفترض هي ادارة جابة السورة بتتخص في قرارات عشوائية ومتخبطة وقد تؤدي الى بلوك كامل مش قد تؤدي انا بقول لك ستؤدي ستؤدي الادارة دي لما استلمت اللي هو ابراهيم عدلان تحديدا خلينا نسمي الاشياء بمسمياتها لما انجت طيران المدني في حداشر مهندس سلامة جوية المهندس الواحد مفترض ديجتاز ما لا يقل عن سبعة كورسات عشان يعتبر هو مهندس سلامة جوية الحداشر ديلا اعتقد انا والارقام قد اختلت فيها منهم ثلاثة عظيم نزل المعاصر مهم فيه زي تمانية مهندسين تمانية مهندسين ديجات لجنة التمكين شالت منهم جزو الان ادارة السلامة الجوية في قطاع الطيران ما فيها مهندس كف يستطيع انه يدي شهادة صلاحية لأي طائرة موجودة في البلد ده بعني شنو بعني اي يوم تجي فيه وتفتيش من منظمة الطيران العالمية وده بتم دوري سنويا لادارة الطيران المدني السودانية هيعتبر ادارة الطيران المدني السودانية غير كفأة وغير مؤهلة وبالتالي يعمل بلوك للبلد اذا عمل البلوك ده انت معناها تل بدأ عمل فيه كله ما عنده قيمة ما عنده قيمة اللي هي هي حيحصل ان والله يا اخي شركات الطيران العالمية اذا ما توقفت هتقوم هي تتكفل بمسألة يعني تجيب مهندسين سلامة جوية عشان يفحصوا طائراتها وعشان يعملوه دبوك طوالي تلقائيا بزيد الكوست بتاع تساكر الطيران وبتاع رحلات الطيران للبلد وبتبقى مصيبة كبيرة فبتبقى مشكلة المسألة دي هي عبارة عن تخبط كبير جدا في قطاع الطيران مشاكل كبيرة جدا في قطاع الطيران احلال وابدال في القطاع بدون دراسة انشاء ادارات وإلغاء ادارات بدون دراسة احلال مهندسين ويعفى مهندسين ونزال مهندسين نقل مهندسين لقطاعات اخرى طوالي في الطيران فيها حاجة يسمى تقرير الحوادث الجوية التقرير دا نحن الان وصلنا فيه لمرحلة الخطر بشكل واضح يا عسام انه ازدياد الحوادث الصغيرة اللي هي تصل خلال الشهر الماضي انه احدى الطيرات الشركات الوطنية الباب بتاعة تفتح وهي في الجو معلومة حقيقية بقول لك وبتحمل مسئوليتها وصلنا لانه بعض الحوادث اللي حصلت في غرب سودان في عدد من الشركات الطيران الحوادث بزيد الحوادث الصغيرة طوالي بتأدي للحوادث الكوارث الكبيرة دا اذا جاوزنا مسألة البلوك يعني اي طيارة وانا بقول لك الكلام دا اي طيارة طائرة الان في الجو ربنا يوصلها بالسلامة ما في جهد بشري في انه يضمن سلامتها لانه انت اخر مهندس مجتاز كافة الكورسات في ادارة السلامة الجوية تم نقله لادارة وهس هو نزل اخذ ايازة بدون مرتب وقعد في البيت لانه دي ما شغلته مش لانه دي ما شغلته لانه حسب الخطر كل انا بتمنى منكم من زعت هلاء تجيبوا خبراء الطيران وتتكلموا عن الحاجة الحاصلة في قطاع الطيران او في الطيران المدني ما يدور في السلامة الجوية ما يدور في سيطرة فئة محددة لا علم لها بكيفية المصادقة على سلامة الطيران هي اللي بترفع التقارير الادارات فيها ناس ما اكفاء الاحلال والابدال العمل مدير الطيران المدني في دارة الطيران المدني اعتقد انه سكوت الدولة والموضوع ده للأسف يا حسان انا بقول لك انه الملف ده وضع امام كافة الاجهزة الموجودة في الدولة ووصل لها حتى رئيس الوزراء وانا على علم بي ده الملف ده لكن برضو ما فيه وجده ما فيه قرار ما فيه قرار ما فيه قرار من الموضوعات الملحة وتعامل مع قطاع استراتيجي وخطير جدا بلا مبالاة عالية جدا وبعدم اكتلاس عالي جدا وبعدم اهتمام عالي جدا واعتقد انه ده